كشف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان لحمود عن تفاهم ستشهده المرحلة المقبلة بين الجانب الكويتي والمنظمات الرياضية الدولية لتنظيم العلاقات بين الجانبين وبما يخدم مصالحهما وخلال اجتماع مشترك مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وقيادات الهيئة العامة للرياضة قال لحمود إن الكويت ستتقدم باقتراحات لإعادة تنظيم العلاقة مع تلك المنظمات وفقا لمنظور يحفظ قيم التعاون والحيادية والعدالة ودعا لحمود اللجنة الأولمبية الكويتية لإصال صورة حقيقية عن الوضع الرياضي المحلي بما يساعد على إعادة العلاقة الرياضية مع اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية